انا اسماعيل فابت مؤسس شركة بلوجات شريك في استئسيسها الهدف من بلوجاته كان في الاول كشركة تعمل سيرفيس انجينيوري معنا نعاون الفلاحة نعاون الفلاحة نعاون البيتيتموية انتربريز بش يصنعوا لماشين سبيسياليزي واسماعيل قبل يكون مؤسس شركة هو فلاح انا فلاح من توزر نختم في الدقلة مع الوالد وانداريزا نييد داريزا واي والانسان البخيل ديما يحبي يشوف حل بش يختم الحاجة فيه سفيس وانا بطبيعتي نوعه 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 ما اخب بخيل شوي دونك من قبل كنت حاب نلقى حل مشاكل الريقاسيون ونرتح روحي شوي واهم حاجة رتح الوالد دونك بقيت نخمم كيفاش بش نعمل هالطريقة هذية وردتح روحي وردتح الوالد معايا ووجدت الفكرة متاع ارويني كسستام ديريجاسيون دي دي الوازيس بدأنا في المراحل المشروع معناها 2021 بعد ما كملت الدراسات الهندسية متاعي بعد ما اتخرجت تفهمت انا مزوز من زملائي بدأنا في التكوين الفكرة ومن وقتها احنا بدأنا هكا من اللي كانت تفيدليك شوي اللي نولى الشركة كاملة قايمة على الاساسة دا الويني هو سيستام ديريجاسيون مقسم تروة باك باش يسهل الفلاح ان هي دبتي ويعمل ترانسفورمسيون ديجيتال ومن ناحية اخرى يكون قابل ان الفلاح ينفستيش نعاونه من شيرق نعاونه من ناحية المادية من جيش الانفستيسمون كاسح شوي ومن الناحية ان الترانسفورمسيون ديجيتال يكون فسيل وباش الفلاح تتقبل السولوسيون البارك لولو يتمثل في التحاكم في الابار والسكيريتين متاع الوازيس كيفاش باش نقوم البارك الثانية هي ندخله في المراحل ننجمه شوي ام بي انتليجان شوي ذكية شوي اللي هي باش نولو انتن قسمه الماء على الواحة ونعملو الكولكسيون متاع الداتا دونك احنا مش نعاونه هنا في المراحلة الثانية ننميزو البارت واللي هي ثم بارت كبيرة وللأسف ما هيش محسوسة في الجنوب البارك الثالثة كيف نوصلوا نتولي السيستام متاعنا مربوط في واحة كاملة نتولي يكون نكتي السيستام متاعنا وقتا نجمه ندخله في المراحل الذكاء الاصطناعي خاطر خلقنا الانفراستركتور متاع الذكاء الاصطناعي اللي هي باش تولي تربح برشا وقت وتدخل فيها بلي بلي ديتاي افانسي نجمه نترقولهم في مراحل اخرى ما كما اي ستارتاب بد في تبدى مراحل المرارة ولا تبدى متحمس مباعة تتصدم بالواقع المرير في تونس ميد ديما الستارتاب ناجحين هما اللي يدبت رواحهم يتحملوا للسيتياشون ويلاقي كومون نافيجي اللي شوز بش يوصل يكون فريق الاهم حاجة في الستارتاب مش الشخص هو الفريق احنا بدينا مع ذدو التو اللي هي خلتنا نحالتنا البيب هذا متاع دبي وان شاء الله نمش لدبي ونكونوا علاقات اخرى تنجم تفتحنا افاق اخرى مستقبلا الهدف متاعنا هو واضح وبسيط احنا مش نمش نتكلم وقمة المناخ على المشاكل متاع الواحة والتحديات اللي تفرضها التغيرات المناخية على الواحة والفلاحة الواحيين على وجه الخصوص على خطر التغيرات المناخية تو قاعد تأثر حتى على الكاليتين متاع الدقل متاعنا تأثر على مستقبل منطقة كاملة اذا ما صارتش تحركات جدية وحالية من قبل الدولة من قبل الفلاحة من قبل المجتمع العالمي ككل ترجمة نانسي قنقر